الجولة السنوية سؤال جوجل عن البواسير بدلاً من منقشتها مع أطباقهم وإن أي مشكلة مهما كانت صغيرة تكبر وتتفاقم مع تعمد تجاهلها والهروب من مواجهتها أهلاً بكم حلوة الجملة الأخيرة إن المشكلة بتكبر لما إحنا نتجاهلها البواسير من المشكلات دي اللي بتكبر لما نتجاهلها كل مشاكل القناة الشراجية بتكبر جداً وبتتفاقم وبتصل إلى مستويات مخيفة في التطور والمضاعفات لما نتجاهلها الأكل اللي فيه شطة ده كتير من الناس بتحبه وأنا شفت ناس في الشطة أسدزة يعني مخيفين يعني تيجي وطبعاً هنا مثلاً إن أنت لما تاكل شطة شوف بص الشطة دي آه فعلاً يعني فيه نوع من الشطة فيه أنواع من الشطة خطيرة جداً وطبعاً الشطة نفسها فيها مادة آه هي فيها مواد جيدة بتاقي من سلطانات لكن هي مضرة تناولها كتير مضرة جداً للقناة الهضمية السفلية يعني ممكن تعمل مشاكل كتيرة جداً فيعني إنت لو إنت كلت شطة كتير هتتعرض إلى مشاكل آه طبعاً الوعد يا بيش هيعرق ده ساعات الوعد من أكلة الشطة بيعرق وبيدمع وتبص تلاقيه وطبعاً نار يا باشا نار نار بتبقى موجودة في الجهاز الهضم كله وبتحاول لأنت بقى أهي بص حيك تشطى لدخل دي دي جبارة بقى دي تدخل وممكن بقى طبعاً بتعمل مشاكل في القولون بتعمل مشاكل في المعدة بتعمل مشاكل في المريء حتى في الفم نفسه بتعمل مشاكل وممكن تصل إلى مرحلة إنه الإنسان يتقيق زي ما شفنا وطبعاً الكارسى الكبرى إنها هتوصل إلى الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي مؤثراتها يعني أو مكوناتها وتؤدي إلى البواسير بواسير مشاكلها كبيرة جداً لكن النهاردة إحنا هنتكلم على كثير من النقاط المتعلقة بيها ونتكلم أيضاً عن الشرخ الشراجي المشكلة الطبية المنتشرة النهاردة عندنا حوار مسير جداً وأيضاً يعني تهنئة مهمة جداً لضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير في هذا المجال اللي بيساعدنا جداً بحواره طبعاً ضيفي وصديق العزيز المبدأ دائماً أستاذ دكتور محمد النجار مرض أو مجموعة أمراض لا يدري عنها الشعب العربي الكثير طبعاً لا يعلم ما هي أمراض الشراجية الأشع طبعاً في الحكاية دي هم السلاسي المشهور جداً الشرخ الشراج البوسير الشراجية والنصور الشراجية القعدة الطويلة على مقال الحمام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا الضغط الدائم على الحوض فيعمل البوسير الشراجية عندنا في المغمة كمصريين بأنه هو سببه وأكل الحاجات اللي فيها بعض العادات الغذائية هي من أشيع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث البوسير خاصة الدكتور محمد مجد النجار استشاري جراحات الشراج والمستقيم عضو جامعية الأوروبية لجراحات الشراج مدير مؤسسة هيمو كيور لعلاج أمراض الشراج والمستقيم أهلاً بكم اسمحوا لنا الرحة بضيف العزيز السيد دكتور محمد النجار أهلاً بكم دكتور محمد نور الدكتور وعايزة هنيك في البداية على شيء مهم مش أنا بس اللي بهنيك فيه مصر كلها بل الوطن العربي إنك خط يعني مرجعية لعلوم الليزر في عالم التشخيص والعلاج لأمراض الشراج فألف مبروك الله يبروك فيك وكمان إن دا يتوجد فيه وكالات عالمية فده شيء أسعدنا جداً أهلاً الحياة كانت مفاجأة لطيفة جداً يعني قعدنا نحلم بها سنين طويلة كده ما كناش أبداً نصدق إنها ممكن تبقى موجودة في الميدل إيست وفي مصر وحاجات زي كده إنه يبقى الترينينج سينتر لجراحات الشراج باستخدام الليزر وحاجات دي عندنا لما جدنا نتعلم الحكاية دي في الأول ونسافر عشان نتعرف يعني إيه نستخدم زي أجهزة الليزر ونتعامل إزاي فيها داخل أمراض الشراج زي البوسير والشارك والحاجات دي فكنا نسافر لألمانيا ونعد فترات طويلة عشان نتعلم وكان هناك رجل عظيم قوي اسمه أرني ويليام كان بروفوسير عظيم قوي وبعدين لما توفي بقى بقى له فترة فبقى البروكتور عندنا احنا في الميدل إيست في بعض حاجة عظيمة جدا ايه البروكتور ده؟ البروكتور يعني هو الطبيب المرجعية اللي هو لما يبقى عايزين يدوا الترينينج كورسز للدكاترة من أي حتة في العالم يجوا عندك ياخدوا الترينينج كورسز ده عندك انت هي الترينينج سنتر اللي على مستوى العالم كله اللي بيحتى اللي بيسترتيفاي الشاهدات ويدي في الآخر للدكتور انه سرتفايد انه يشتغل با جيس تليزر من عندك انت مستحيل كنا نحلم انها تبقى عندنا يعني انها تبقى في الميدل إيست انها تبقى في مصر يعني لكن الحمد لله يعني توفيق من ربنا عظيم امراض الشارج اللي عندنا في الفهرس اللي احنا بنقول عليها دي المسئولية بتاعتنا امراض الشارج كتير حقيقة في منها انواع شائعة الحدوث بتحصل كتير بنشوفها كتير جدا في العيادات طبعا أشهرهم البوسير الشارجية ثم الشرخ الشارجي ثم النصور الشارجي ثم خراج ما حول الشارج او ما داخل الشارج ده بيحصل كتير بحكم ان احنا عاداتنا نغذائية مش مزبوطة وعاداتنا الحياتية طريقة عادتنا طريقة الاكل والشرب طريقة الحركة طريقة اللبس حتى ماهيش مزبوطة اوي فده بيحصل كتير اوي من بعد الحاجات دي في حاجات تانية اقل شيوعا شوية زي سرطنات المستقيم أو سرطانات القولون أو جزء سفلي من القولون لسقوط الشرجي مثلا أو الـ HPV أو أي عدوات فيروسية بتيجي داخل المستقيم لكن أكتر حاجات شيوعان هي البواسير الشرجية شرخ الشرجي النصور الشرجي طبعا هبدأ بالبواسير إزاي البواسير بتتكون إيه تعريف كلمة بواسير بواسير لها تعريفين أنا أقول أنه لها تعريف علمي هو تمدد فيه جدار الأوعية الدموية يعني ربنا يخلقنا حولين الشرج في بعض الأوريدة والشرعين الأوعية الدموية دي ليها قطر معين لما يحصل أي ضغط فوقها من فوق تنبعج وتجبر وتبقى اسمها بواسير الشرجية المريض ما بيخدش باله قوي من التعريفات العلمية دي لكن هو بالنسبة له بواسير يعني حاجة متدلية من أسفل الشرج ليها درجات وليها أنواع ليها بواسير داخلية نسميها أنه بتحصل داخل الشرج فوق الـ Dentate Line وفي بواسير خارجية بتحصل من تحت الجزء ده لكن هي في الآخر هي تمدد فيه جدار الأوعية الدموية سببه ضغط من فوق الضغط ده نتكلم عنه بقى كمان شوية مليون ألف حاجات عمله لكن زي البلونة كده لما نضغط عليها من ناحية ينبعج من الناحية التانية أي وعاق ده ما ينضغط عليه من ناحية ده ينبعج ويطلع من الناحية التانية شبيهة شوية بفكرة الدوالي حتى اللي بتيجي في الرجلين هو في الآخر وريد متمدد برضو ليه كتر معين لكن لسبب ما بيخلي الضغط أو الوعاق الدمو يمشي فيه حتى دم زيادة شوية أو حاجة يتمدد ويبقى اسمه بوسير فالبوسير نوعين بوسير داخلية وبوسير خارجية بوسير الداخلية لها أربع درجات الدرجة الأولى والتانية والتالتة والربعة ثم البوسير الخارجية اللي بتبقى متدلية وخارجها من الشرق إيه الأسباب اللي تعمل؟ أي حاجة تعمل ضغط على الوعاق الدموي مثلا مريض عنده كرونيك كونستيبشن مريض عنده إمساك مزمن طول ما هو في نوبات الإمساك المزمن ده عنده نوبات من السترينينج من الضغط الدائم من الحوض الضغط ده يخلي الوعاق الدموي الصغير ده يتمدد يكبر السيدة حامل مثلا في الشهور الأخرينية من الحملة أو حاجة وجود البيبي في الحوض يخلي فيه ضغط دائم على الوعاق الدموي فيخلي فيه بوسير شرقية أي سبب ورم داخل المستقيم أو حاجة يخلي فيه ضغط دائم على الوعاق الدموي فيخلي فيه بوسير شرقية لكن مية في المية فيه جزء مهم قوي يرجع لي العادات الغذائية يرجع للأكل والشرب زي ما حاجة تفضلت كده وقلت إنه الشطة من أكتر الحاجات اللي تخلي فيه إريتيشن في الجهاز الهضمي يعني اللي بيأكل شطة ده بس مش شرط إنه يتعب بقه وزوره وكل حاجة لكن نفس الإحساس اللي بيحسه في بقه ده لما يبقى باكل شطة بكمية كبيرة أو حاجة وده اللي بيحصل بالزبط تحت في الجهاز الهضمي بيحصل كل شوية إريتيشن إريتيشن فيبقى عنده بوسير شرقية الإمساك والإسهال من أهم الأسباب اللي ممكن تعمل بوسير شرقية كمان الأعدال فترات طويلة على مقاعد صلبة لحاجات النشفة اللي ممكن حد نبقى بنوض عليها في الشوارع أو حاجة الأعدال في وإحنا سيقين عربياتنا الفترات طويلة أو حاجة كل الضغط الدائم على الحوض ده يعمل بوسير شرقية الأعراض بتبدأ بالتدريج يعني بتبدأ من حاجات بسيطة تصبح مصاصل إلا مراحل مزعجة 100% أعراض البوسير الشرقية أهمها وجود جزء متدلي من الشرق خلينا نبدأ من الأول خالص البوسير الشرقية قد يكون حد عنده بوسير بس ما عندهش حاجة لا خارجة من الشرق ولا هو حاسس إن فيه حاجة لك نقدر نقول إنه عنده بوسير من درجات الأولانية الأولى أو التانية أو التالت لكن عنده عدم ارتياح وهو قاعد مش مرتاح لما بيدخل للقضاء الحاجة أو حاجة مش مرتاح عنده ألام دايما في منطقة الشرق عنده إحساس بالحرارة وكأن فيه سخونية كده داخل الشرق أو حاجة عنده بعض الإفرازات اللي قد تنزل من الشرق لونها صفرة إلى بونية الشكل عنده بعض القطرات التم اللي تنزل من الشرق أثناء التغوط أو حاجة والحتة دي فيها حتة مهمة قوي إنه الدم اللي ليه علاقة بأمراض الشرق الخفيفة زي البوسير والشرخ الشرق والنصور وهم إلى الشبه بينزل مع دخول الحمام يعني المريض إذا دخل حمام ونزل معه شوية دم يقلقه لكن ما يقلقش بزيادة قوي لكن طبعا السبوتينيو السبليدنج اللي يبقى بدون أي سبب وراحد قاعد ما بيعملش حمام والحاجة ولكن دم ينازل شوية بيخلينا نفكر لأنه يمكن أمراض يعني أكثر صعوبة شوية من الحاجات السهلة البوسير والشرخ الشرق لأعراض أن المريض مش مرتاح يعني يمكن طوال اليوم عنده آلام أثناء التغوط أو حاجة وينزم إنه بعد قدرات الدم أثناء التغوط في دلوقتي تطور في التكنولوجيا كبير دخل هذه المنطقة وخلى سواء العمليات أو الفحص نفسه أكثر يعني سهولة وأكثر كفاءة فالنهاردة هنتكلم على البروكتوستيشن إيه البروكتوستيشن؟ البروكتوستيشن ده حاجة عظيمة جدا حقيقة برضو عن نفسي يعني لما أول ما ظهرت يمكن بقالها ثلاث سنين كده في العالم كله كانت موجودة قبل ما نبقى موجودة في مصر عندنا كانت موجودة في دبي هي بس يعني أجهزة هنتكلم عنها طبعا لكن آس ودليم يعني ما بتبقاش موجودة بسهولة في عدة لأنها مكلفة للغاية مكلفة إلى أقصى درجة يعني وظيفتها البروكتوستيشن ده من اسمه بروكتو من بروكتولوجي يعني علم أسفل الجهاز الهضمي ستيشن إنه محطة كاملة إنه مش جهاز هو عبارة عن تقاطة أربعة جهزة في بعض روكتوستيشن ده عبارة عن أربع حاجات يعني بنقدر نعمل طبعا ده شكله يعني بنقدر نعمل منظار كامل على المستقيم وأهم حاجة بقى إنه بدون تخدير وبدون تحضير بدون تخدير يعني المريض ما بيحتاجش يعمل ده في عمليات بيحتاجش ياخد أي نوع من أنواع البنج والمريض صحي تماما لأنه الأنسكوب أو المنظار اللي بيفحص المستقيم ده حاجة في منتهى الرفع حاجة في منتهى السلاسة وكأن المريض مثلا أثناء حتى العلاج بسبوزيتريز أو حاجات زي كده فبنقدر نعرف كل حاجة داخل المستقيم عن طريق الهيرزوليوشن أنسكوب أو عن طريق المنظار عالي الدق أي حاجة أي بوسير داخلية أي زوائد لحمية هدفه الرئيسي لما تعمل أنه سكرينينج عشان الـ HPV والـ Pre-Cancerous Lesion عشان الناس اللي هتبقى احتمالية أن يحصل لها بعد شهر سرطانات ولا حاجات زي كده البروكتوسكيشن يقوله أنه أنت معرض أنك حصل لكده أو أنت مش معرض أنك حصل لكده فأول حاجة هي الـ High Resolution أنسكوب المنظار عالي الدقة اللي بنيقدر نشوف به كل المستقيم تاني حاجة الـ Ultra Sound اللي بقينا بنعرف سمامات الشارج هل فيه سمام مريح شوية هل فيه سمام متأثر هل واحد عمل عملية قبل كده فهل الدكتور بتاع اللي عمله عملية فيه حتة مقطوعة في السفينكتر ولا حاجة ثم المانومتري أو الفحص عضلات الشارج اللي بيقول لنا قوة العضلات تخيل بقى أنه كل الحاجات دي بقي تعمل أثناء الكشف يعني ما بقاش فيه مريض يروح يكشف عن دكتور كده يقول له مثلا أنت عندك بوسير فما يقتنعش بالدكتور ويروح لدكتور تاني فاقول له لا أنت معندكش بوسير ده أنت عندك شرخ شارجي يروح لواحد تالت يقول له أنت مش عارفه هو خلق العصر ده خلص يعني العصر إن الجراح يكتهد ويقول له أنا شايف أنه عندك كده لا ما بقاش موجود هو بقى كل حاجة documented بقى المريض ما بقاش بيكشف كده زي مثلا أنت خالي أنه مريض عنده مشكلة في عينيه أو حاجة فيروح لدكتور فالدكتور يقول له تب استنى كده يفتح عينيه فيفتح عينيه فيقول له لا ده أنت عندك مشكلة في الشبكية طبعا كلام فاضي لا دلوقتي بقى فيه أجهزة بتتروح تتحط على المشين ويعرف أنت عندك إيه بالضبط هو نفس الفكرة بالضبط كنا زمان عن طريق النظر بس نقدر نقول أنت عندك إيه أخمن أنه عنده إيه أنت عندك بوسير لا دلوقتي بقى كل حاجة متشافة و documented ومن ظهر حقيقة كاميرا الجواه دي حاجة عظيمة جدا بتطلع بالملي يعني أنا في منتهى السعادة أنه إحنا الحمد لله في مصر وإنا بنستخدم ده أثناء الكشف وبالتالي ما بقاش فيه فرصة للاجتهاد يعني ما بقاش فيه فرصة يقوله حتى الدكتور خايب ولا شاطر هو بقى كل حاجة حاجة بتباني يعني قرار ما أقول لك ندي بوسير محتاجة كزي بأهو أنا 100% وهو حتى المريض كمان بتبسط وبشوف كل حاجة يعني مثلا لما تقوله أنت عندك بوسير لكن هو دلوقتي شايف بعينيه على المونتور وشايف ودي البوسير اللي عندك لأ دي كبيرة لأ دي سغيرة فبقى هو كمان متطمن يعني هي المسألة أشبه بيه زي بالزبط الكاميرات اللي بتشوف في الليل الحاجات اللي بتشوف بالزبط مثلا وانت راجع بالعربية فانت شايف كل اللي وراك إيه بالزبط فراجع متطمن بالزبط بالزبط انت مش وراك أي حاجة خلاص هنا برضو نفس الكلام فيه منظار فيه كاميرا هاي ريزوليوشن موريك الأشياء الخفية داخل الجهاز الهضمي فيه والله بوسير فيه شرخ شارجي فيه مشاكل فيه الاتنين مع بعض فيه حاجة قد تكون حاجة أكبر من كده الحقيقة بالزبط فكل حاجة بقت بباني الحقيقة وما بقتش بتعتمد هو يعني الوصف ده هايل جدا انت زي ما بتركن العربية كده فبترجع وانت شايف وراك او انت مشايف اه ده انت قدم التكنولوجي الكاميرات قيمة التصوير قيمة الكاميرا الهي ريزوليوشن الهي دي ديت بالزبط بالزبط طب انا عايز كان فيه طرق علاج قديمة بتتعامل تاريخ طويل من المعاناة كان زمان في السبعينات والثمانينات ويمكن بعد كده كان اللي عملية بواسير ده يقعد بقى في السيريد ويتعالب وبتاعه كان فيه أثار جنبين احكينا الأول الماضي وبعدين نشوف الحادث الجديد والخرم بينهم الماضي ما كانش يعني ما كانش حاجة وحشة لكنه كان حاجة متعبة يعني لما نقول لمريد احنا هنعملك عملية بواسير بالجراحة ما كانش عندنا آلية في الوقت ده غير كده فكنا لازم نشيل للبواسير نشيلها يعني نقطعها ونربط أخرها وحاجات زي كده فيطلع المريد من العملية لو عنده اثنين تلاتة من البواسير أو حاجة عنده جروح كبيرة جدا في منطقة الشرق اللي هو مضطر يستخدمها كل يوم لأنه بدخل حمام كل يوم يعني هيتقلم كل يوم فكان الماضي صعب شوية كان المريد يقعد على الأل حد ما تعافى من الحكاية دي تلات شهور مثلا أنا فاكر أنه كنا نقول للمرضى ساعتها قبل العملية أنت هتتوجع جدا ما تكلمنيش قبل مثلا تلات أسابيع لأنها دي فترة تواجع أنا مش عرف عملك فيها حاجة يعني كانت تحتاج لتخدير كل كان يبقى يعني عملية ميجور لأنها كانت ممكن نقعد ننزف منها وحاجات زي كده كانت تعتمد أن إحنا هنشيل البوسير نمسكها ثم نقطع من آخرها ونسيب جرح كبير برة وحاجات زي كده دي العملية القديمة دي العملية القديمة اللي يعني العالم كله بدأ مؤخرا يمكن بقى أنه سنين تلات أربع سنين خلاص ما بقاش حد بيعمل ده قوي يعني ده الصعب قوي ده اللي إحنا كنا نقطع فيها البوسير دي ما بقاش حد قوي يعملها لأنه الحقيقة أنت هتعطل المريض عن حياته ثلاث شهور يعني تطور الحكاية إلى أنه بقى في جرحات أسهل من كده شوية تطورت الحكاية أنه قال لك طب ما نعمل باند لاي جيش مثلا ما نخش نربط آخرها بحلقة مطاطية كده فنقلل الدم اللي رايح فتتمشي لحال شوية لأنها بتعمل حاجة اسمها مع الوقت فنسبطلتها قال لك طب تعالى نحقن البوسير بحاجة إنها كده فتتقل شوية برضو لأنها بتعمل أبسس وكلام إذا كده إلى أن تطور الحكاية لحاجتين عظام جدا دلوقتي هم العالم كله بشتغل بيهم حاجة اسمها تيتش دي ترانس هومرويدل دي ارتلوزيشن نحن هنقلل الدم اللي رايح للبوسير عن طريق ربط الوعاء الدم والمغزي لها ونقف عليه بزبط نبوته بلاستخدام تيتش دي والتيتش دي هو أعظم حاجة في الحكاية دي في حاجات تانية بقى أو شركات تانية بتحاول تخلي الحكاية يعني بقى أقل تكلفة شوية بس بتقلل في السنستيفي بتاعت الدبلر متبقاش وثق قوي من أنت بتعمل الديه شديد الدبلر الديه شديد الدبلر بس اللي هو اللي هو اللي هو النسخ بره بتستخدمه اللي هو يعني المزبوط لأنه في دبلر أنواع كتير من الدبلر أي كلام ملهاش سنستيفي قوي ملهاش حساسيتي جاه الأوعياد بويكوي تسمع يدوبك بالعافية كده فيعني تشتغل كده عمياني قوي واصبح في حاجة اسمها الليزر الليزر خد إيرك عظيمة جدا من الجراحات داخل الجهاز الهضمي أو أسفل الجهاز الهضمي ماينا بنعمل البوسير بالليزر كنا في يوم ده ادعاء وكنا في يوم ده حلم والحمد لله احنا كنا من أوائل الناس اللي قالت احنا مصر هيبقى فيها علاج البوسير باستخدام الليزر وتهاجمنا مهاجمة غير طبيعية لأنه انت بتقول حاجة جديدة محدش يتخيلها يعني انت انت بتجيب للتكنولوجيا والمؤتمرات والكلام بتاع الناس اللي احنا هنعمله فشوية بتبقى الأمور مش ماشية كويس في الأول الناس بتحاول ما تبقاش مصدقة انك تقدر تعمل كده إلا أنها أصبحت حقيقة والحمد لله بقى يمكن عشرين تلاتين دكتور بيعمل بوسير بليزر أنا في منتقى السعادة يا رب يبقى ألف واحد لأنه بمرجعي الوطن العربي كله بالزبط يعني انه بالوطن العربي كله بيتعليج عندنا جزء السياحة العلاجية الخاص بمشاكل القناة الهضمية السفلية عندنا بالزبط فأصبحت عملية في منتقى البساطة وان داي سيرجر زي ما بيقوله بتخلص في عشر دايق جو وقت العملات المريض بيخرج بعد ساعتين من العمليات وانا براهن العين بتوعي انه الصبح نعمل عملية بالليل انت نسلعب كورة مش بس تبقى كويس لأنه ما بتعتمد ان احنا ما بنشلش حاجة هو خلاص يعني مش معتمدة على الشطرة قوي خلاص ما بفيش قطع ولا جرح ولا حاجة انت بخش تحقن البوسير باستخدام الليزر الأشاعة اللي بتطلع من الليزر بتوقف الوعي الدموي اللي بيوصل الدم الليزر ثم الأنسجة نفسها بتشرنك وبتروحها لطول وده بيحصل انتابل يعني ده المشهد ده بيحصل وإحنا في العمليات يعني اللي بيخش العمليات عنده بوصير كبيرة عد كده يطلب العمليات مش موجودة مش حتى بنستنى وقت أو حاجة بقيت حاجة سهلة جدا ما فيهاش وقت ما فيهاش جرح ما فيهاش معاناية كبيرة بعد العمليات ما زالت مش سحر يعني ما زالت فيها بعض الألام البسيطة جدا اللي قد لا تذكر يمكن حتى مرة تقول لك لا أنا ما تواجعتش خالص مريد أقول لك أنا تواجعت حتى كتاخد قرصة مسكن كده ولا حاجة لكن خلاص المريض بقى بيقدر من تاني تالت يوم للعملية يعمل كل اللي هو عايزه طبعا ده شكل الليزر ماشين الليزر ماشين برضو نفس الكلام فيه حاجات اللي هي الـ FDA approved الحاجات اللي الناس بتقول آه هو ده اللي الناس تستخدمه وفيه ناس بتحاول تقلد الصناعات دي فبيعملوا حاجات نص كم كده بيبقى نتيجها الحقيقة مش مزبوطة لكن ده شكل الليزر ماشين اللي إذا اللي مخصوص للبروكتولوج اللي مسؤول على إنه يعمل علاج للبوسير أو الشرخ أو النصور باستخدام الليزر لازم يبقى الماشين دي موجودة ولازم يبقى فيه optic fiber بقى فيه أساطر اللي بتنقل الليزر من الماشين للمريض طبعا كل واحدة من دول مختلفة كل واحدة من دول بتعمل استخدام لحاجة معينة فأصبحت حاجة سهلة بقيتش معقدة أوي زي زمان الليزر بيعمل إيه يعني علميا بيعمل بالزبط هو بيعمل حاجتين إحنا بنوصل البوسير إحنا قلنا نهاية تمدد في قدار وعاء الدم وإحنا بنوصل لحد آخر الوعاء الدم وبنضرب الأشياء بتاعت اليزر بتاعتنا فبنعمل أدهيجن للوعاء ده فبيقف فبقاش فيه دم رايح ثم يتبقى عندك البوسير نفسها أشياء تليزر بتطلع منها تعمل الدم اللي موجود الدم اللي موجود يروح فورا والأنسجة المتماديدة دي ترجع تاني لطبعتها وبالتالي ما يبقاش فيه جرح ما يبقاش فيه ما تعرضناش للميكوزة من بره ما اللي بيوجع فيه أمراض الشرق ده الغشائق المخاطي اللي بره اللي على الشرق إحنا ما وصلنا لهش عشان كده مفيش وجع إحنا بشغل من تحته من داخل الوعاء الدم وبالتالي ما فيش وجع ما فيش أحساس في الحتة دي أوي فما فيش وجع عندنا سؤال مهم هنسمعوا دلوقتي من هني حفيفي الحرج الاجتماعي المصاحب للإصابة بالبواسير بيكون طبعا مضاعف عند السيدات وإلى جانب اشتراك السيدات مع الرجال في الأسباب المؤدية للإصابة بالبواسير زي العوامل الوراسية والإمساك والنظام الغذاء الخاطئ وغيرها بتزيد الأسباب عند السيدات عن الرجال بفعل الحمل وخصوصا مع تجمد الدم في النصور الخارجي عند الحوامل واللي بيكون مؤلم جدا لقربه من الجلد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة الانتفاخ والوجع والنزيف اللي هي بعض أعراض البواسير بتكون مربكة جدا للسيدات الحوامل غير الألم اللي بيبقى أكيد هو أيضا مضاعف عن الرجال فإزاي بتتعامل طبيا السيدة الحامل المصابة بحالة متقدمة من البواسير وخصوصا أنه الست الحامل دايما بتيجي أيا كان مشكلاتها الطبية بفريق مكون من جوزها ووليدها ووالدتها وحماها وحاماتها وكلهم على كلمة واحدة خلي بالك دكتور الست حامل بالضبط صحيح طبعا إحنا بنقسم الحامل لثلاث أجزاء الفيرست والساكن والسيد والسيد والتراميستر أو على حسب إحنا موجودين فين نقدر نعمل إيه إذا كنا فيه شهر الثلاثة الأولين شهر الثلاثة التنين وشهر الثلاثة التلتين عن نفسي أنا بتجنب العمليات حتى باستخدام الليزر للسيدات الحوامل وبنستخدم الأدوية اللي تقلل شوية المضعفات والحكاية زي كده وناس كتير بتستجيب للحكاية دي لكن هو هنا نقول حتة قوي للسيدة الحامل إن دي فترة خطرة جدا وأحيانا أنا شفت حالات تبقى عندها حاجة صعبة جدا جدا وما باليد حيلة أنا ما تقدرش تنام ما ينفعش نعمل لها عمليات وبناخد فترة طويلة قوي من العلاج وبالتالي ما تزنقيناش بقى يعني ما نعمل قبل الحامل يعني نعمل بعد الحامل ما تجيش في الحتة الصعبة اللي هو ما نقدرش نصرف فيها كتير ويبقى عندنا حاجة وبالتالي أي سيدة عندها بوسير شرجية أو شرخ شرجي أو حاجة من حاجات اللي بتزيد مع الحامل 100% لأن البوسير لو أنت عندك بوسير من درجة تانية للحامل لازم نعملها وشقعت إنه الحاجات دي بترجع تاني بعد الحامل ما بترجعش ولا حاجة مع الجراحة القديمة كنا نشيل واحدة فلما يحصل حامل تاني ممكن نوعاء ده غير اللي إحنا عمليات ده يطلع تاني فيبقى تقول لك أنا بوسير رجعتلي يا حقيقة ما رجعتش يا واحدة تانية رجعت لكن مع استخدام الإزرح نحن بنوقف كل الأوعية الدموية اللي موجودة في هذه المنطقة حتى المتوقح دوسها بعد كده فما فيش حاجة بترجع تاني بعد الحامل أو الحاجة حالواحنا المشكلة الطبية ثانية اللي هي الشرخ الشرج برضو مشكلة عنيفة وأعتقد إنه كمان الآلام فيها بتكون أكتر بالبوسير 100% وهو يعني مرض ما هواش في بوسولوجي يعني زي ما تكلمنا على البوسير كده أو عادة موية وحاجات بتتمدد وأسباب وكلام زي كده ما هوش بوسولوجي هو حقيقة تتعورت الغشاء المخاطي اللي داخل الشرج بتعور مع نوبة من نوبات الإمساك الشديدة أو حاجة بيحصل الجرح اللي احنا شايفينه على الشاشة ده حتى تعورت لكن عادة بيحصل في المنطقة البوسيري والمنطقة اللي ما فيهاش دم كتير رايح في هذه المنطقة وبالتالي غير قابل للتأم الشرخ الشرجي إذا اتعالج في بداية حدوثه من دي ون لحد ستة أسابيع يعني حد شهر ونص يخف يقسمه أكيوت فشر ويخف 100% ومحتاجش المريض انه يعمل عملية إذا كنت مريض عند شرخ الشرجي وعد عليك الشهر ونص ده بأنه 3-4 شهور سنة سنتين 100% العلاج ما يخفكش 1000% لأنه مع وجود الشرخ الشرجي الفترة طويلة بيحصل جزء من الفيبروز كده وتلايف ويطلع حتة اسمها سكن تاج وزائدة جلدية وكلام زي كده والشرج يحصل يعني يديق أكتر وبالتالي أي كريمات أي أدوية ناخدها وإحنا عندنا كرونيك إن الفيشرف هو عبس أو شرخ الشرجي المزمي لا يعالج بكريمات ولا بأدوية أبدا أبدا حصل تغيرات بطولوجية حصل تلايفات حصل خلاص يعني يبقى فاية الدواء نحن بنأجل العملية يعني أنت انسيفير بين في وجع شديد وكلام زي كده ندي جزء من المسكنات جزء من الكريمات حتى مرطبة أو حاجة وأنا برضو في الحتة دي الكريمات الموضوعية اللي بتستخدم داخل الشرج ملاش دور قوي يعني حتى المريض اللي عنده بوسير ولا عنده شرخ الشرجي ولا حاجة زي كده ملاش دور في العلاج يعني يعني مريض مثلا عنده بوسير ووعاء دموي ومتمدد وحاجة زي كده هل في كريم أو مادة خام فعالة أو حاجة تخلي الوعاء دموي المتمدد يقل مفيش ده حاجة سيستيميك وحاجة بليها علاقة لكن بنكتبه وانا بكتبه لترطيب الشرج مثلا لانه يقل الواجعة شوية كمسكن حاجة زي كده لكن ما بيعالكش شرخ الشرجي اذا المريض حصل له الشرخ الشرجي وتعالج وده كلام اللي مكتوب في الكتاب يعني الرقم ده ست أسابيع ده مكتوب في التكست جده من دي وانا لست أسابيع يخف مية في المية ولا يرجع تاني ولا اي حاجة خالص لكن اذا عد علينا ست أسابيع يبقى مية في المية ما بنخفش وفايدة العلاج اللي احنا بنكتبه لك في العيادات كلنا انه نأجل بيه العملية انت ما عندكش وقت فاضي لأيام الجاية كانام زي كده لكنه شرخ الشرجي ما هواش مرض ما هواش فيه فيه باسولوجي يعني ولا هرمونات بتطلع ولا بتنزل ولا حاجات بقى الصعبة دي في الآخر يا حتة تعورت غير قبلة للتقام وظفتنا ان احنا نخلي الحتة دي تلتائم في أول ست أسابيع يعني ما بقى ست أسابيع نشيلها أو نكويها باستخدام الليزر بقى أو الشرج اللي دا اقدر نوسعه زي ما هنتكلم كمان شوية لكن اذا تعالجنا في أول ست أسابيع نخف ما تعالجناش مية في المية هنعمل عملية ايه دور البروكتو ستيشن مع الشرخ الشرج دوره عظيم جدا لأنه احنا قلنا البروكتو ستيشن يعني جاي في المنطقة البستيروية عند الرجال أو في المنطقة الأنتيروية عند السيدات إذا جاي في الجناب عند الساعة τ weakness في الجناب الشرج فده ااتيبيكل انه ده مش مزبوط ده 100% فيه كوز تاني للشرخ الشركي 100% ونبدأ نعمل كولونسكوب أكبر شوية ونشوف هنا مريض عنده كرونز وهذا مريض عنده مثلا حاجة من حاجات بأمراض مناعية فيها التهابات موجودة في الجهاز الهضمي نتيجة خلل مناعي بالزبط لأنه فيه تيبيكل فيشر وفيه أتيبيكل أتيبيكل يعني ده مش المتعارف عليه أنه يبقى المريض عنده كده أو أن نلاقي مريض مثلا عنده 3-4 فيشر طبعا ده مش المفروض كده ويجي مريض ويروح لدكتور مثلا فقول له لا ده أنت عندك 3 ده حتنلزل نعملك عملية ماشي بس هو فيه إذا كان عنده الشكل ده ف100% فيه سبب تاني غير اللي انت هتعمله عشان والشرخ الشرق فيه سبب كون الشرخ الشرق يعني فالبروكتوستيشن هو بيخليها نشوف الحكاية دي 100% حتى بنشوف حجم الشرخ الشرق طوله وعرضه وراح فين وجاي منين وحاجات زي كده ونقيس قوة العضلات اللي قفلة قوي على بعضها دي اللي احنا بنسميه الأنيسماس أو أن العضلات الانقباض التشنوجي للعضلة نتيجة وجود الشرخ الشرق وبالتالي بقى برضو بقيت حكاية أسهل بقيتها بنشوف بعنينا كل حاجة ما بقيتاش بنتخيل برضو قد يكون المريض عنده شرخ الشرق 100% لكن عنده حاجة تانية غير الشرخ الشرق جوة في المستقيم قد يكون عنده بوسير داخلية مثلاً قد يكون عنده حاجة أكبر من كده وبالتالي بقى البروكتوستيشن أو المنزار اللي بتعامل في العادات ده بقى هدفه أنه مش بس يشخص الوضع الحالي لكبان يكتشف وده هدفه وهم بره على فكرة بيعبروه كده والراجل اللي عمله اسمه إيمانوي الكافيزوني ده بروفيسور إيطالي راجل عظيم جداً وهو كان عامله مخصوص علشان معمول عشان كل الناس تعملوا حتى اللي ما عندهوش حاجة يعملوا عشان يقوله أنت والله أنا شايف فيه حتة زائدة لحمية داخل المستقيم قد تكون هتعمل بعد عشر سين حاجة وحشة فالحقشلها لا أنت مريض عندك ممكن حاجة تقلب كنصر بيكتشف مية وسمى به الخلالات اللي تسبق حدوث السرطان مية في المية هو معمول بالأساس علشان كده عشان السكرينينج علشان كل الناس تعملوا وكل الناس تشوف داخل المستقيم زي ما بنعمل مثلاً دلوقتي الأبر جي اي واللور جي اي والكلام ده بقينا نشوف للريكتم بس للمستقيم هل في حاجة ممكن بعد الشهر مع الوقت تعمل حاجة تانية ولا لا ممكن أسعد تاني ويبقى الحوار معك دائماً ممتع طبعاً ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد مجد بنجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم بعض الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا المهمة جداً في أمراض الشرج وخصوصاً طبعاً البواسير وهرجع تاني للبواسير وأقول ما تاكلوش شطة جامد أو الناس اللي بتتطور في الشرج من فترة كده باشا والله العظيم قلت ان باكن حبص شاب اللي حجبون لي شط شطة كده هحطت شواز غريب حلوة بس قبارة طبعاً بس حبص الشاب حبص الشاب حبص الشاب لك قصة موال نورتين الله يخليك دكتور شكراً هنقود دايما مع الدكتور